يراقب ومراقبة شديدة المعسكرات الخارجية مشي يصير بالمعسكرات الخارجية؟ يصير كوارث كوارث شنو ما جايفتين؟ طبعا يعني مثلا أنا أعرف مدرب يسوي يعني معسكرات خارجية على مد هاي القطية على مد الابتزاز الأخلاقي وعد استعداد أنه يصرف من جيبة ديش أنت تقول أنه شنون يأخذ فلوس لأنه ايتي 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 اكو نفس معسكرات خارجية لا عندي استحقاق ولا عندي أي شيء سووا معسكرات خارجية حتى ينفرد باللاعبين لا يكون مراقبة طبعا عتبي شديد على أولياء الأمور يعني مولكل عتبي شديد على المؤسسات التي تترأس هذه المنظومة الرياضية وزارة الداخلية أيضا المعنية قبل أن نضع الحلول لهذه المشاكل خلنا نتعمق أكثر لكن مع الحفاظ على ذائقة المشاهدة أن يكون يعذروني مشاهدين الأكارم لكن الموضوع لا بد من طرحه لأنه فعلا نستفحل بالسنوات الأخيرة ومع انتشار السوشال ميديا لكن أحمد مدرب يسوي معسكر خارجي حتى ينفرد باللاعبين يثق بالله طيب ما هي هنا حتى لا نضع اللوم على الجهة واحدة اللاعب ليش يقبل على نفسه يا أخي سوهيت قضايا كمارات هو اللاعب مغريات مغريات أنا صغير أمر 12 سنة تقريبا دعني كابت المنتخب أو كابت النادي موجودة هذه الحالة في المنتخبات الوطنية؟ المنتخبات الوطنية موجودة موجودة من هذا الجانب حلو هذا الخطأ الأول هو يبدأ من أوليال أمور أوليال أمور لازم يراقب ابنه يقول أنت مثلاً أين رحت اليوم؟ أين جيت؟ شون طلعت؟ من أين لك هذا المصروف الذي مثلاً أنت تطلع جيبك فارغ وتجي جيبك متروس وتقعد بفلا مكان؟ يعني نحن عفنا كل الأسباب رحنا لولي الأمر خطيئة يتشد النهار كله ويروح يدزبنا حتى يلعب منتخب له نادي حتى لا يصير ابن ضحي إذا لا يراقب ابنه إذا ارتكب الخطأ دعنا نتحدث بهذه التفاصيل إذا ارتكب الخطأ مع المدرب عنده الجرأة يصارح أولياء الأمور يقول لأبواني هي تسويت؟ لا لا تنكسر عينها لا تنكسر عينها أنت عامل بالاتحاد مثلاً باتر ينتهى عقدك الله وياك شنو ما طلع له يا رئيس بوزراء؟ لا طبعاً هو التصريح أولاً هذا التصريح حنيفة أعتبره يعني مو الاتحاد يخلي ضوابط أنت مدرب انتهى عقدك فيما الله انتهى بعد بس ما الأطلع على الإعلام أقول لو يجي رئيس الوزراء ما أطلع إذا أنا ظهري أقوى من رئيس الوزراء شكراً لكم